ناقشت لجنة التفتيش المالي والإداري لمحكمة تعز في اجتماع المنعقد بالعاصمة عدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة نتائج النزول الميداني والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأداء الإداري والوظيفي بالمحاكمة الابتدائية والمتخصصة ومحكمة الاستئناف بمحافظة تعز واستعرض الاجتماع تقارير الإدارية والمالية ومرصد من خروقات في تلك المحاكم التي رصدتها التقارير المقدمة من اللجنة الميدانية وإحالة المخالفات والاختلالات المرصودة للجهات المعنية وأقر الوزير العارضة إحالة توصية اللجنة إلى المكتب الفني بوزارة العدل لإعداد ملفات المخالفين من أجل إحالتها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل مخالف